ايه ماني؟ اتكلم عن المانيفستيشن اني دايما بنقع في سبع اخطاء بنعملهم بشكل مستمر انا بماز حقيقة الطبيعية نعرف ايه كلمة المانيفستيشن المانيفستيشن بشكل يومي على البوستر اتكلم الكلمة دي انا بوضيح لنفسي الخطأ هو ايه من اللم بتاعكه يصرع من دقوق النجاح شبلايزيشن لو انتي profound شبلايزيشن دفلش بالاسمون اقول ليهم يميمدي هيا ممي هيا جماعة بديو نهاردة هنتكلم عن المانيفستيشن وازاي بالمانفستيشن تقدر يتحقق كل احلامك واهدافك زي ما انا حققتها ليه انا بازاي بكلمكم عن الموضوع ده لان بالمانفستيشن قدرت احقق اهداف كتير واحلام كتير حتى اكتر مما اتخيل طب ازاي احنا كمان نحقق اهدافنا بالمانفستيشن في فيديو النهاردة انا جاي اقولك ايه هو المانفستيشن ايه هي السبع اخطاء المفروض تتجنبيهم عشان توصلي لهدفك او حلمك الكبير بالمانفستيشن وقبل ما نبدأ الفلوج يا بنات حابة اعمل توضيح بسيط كده الانتبعني من فترة عارف ان انا فول تايم ترافلر وخلال سفري عشان اقدر اوفر واسافر مدة اطول انا مش بقعد فوق تايلز انا بقعد في بيوت الناس الناس دي مش قريبية انا بتعرف عليهم خلال دي اللي بنعمله مع بعض سوا فخلال الفيديو هتشوفوا انتيكات وصور للناس دي وهتشوفوا رموز لديانات مختلفة فمش معنى كده ان الحاجة دي تمثلني فحبيت اوضح النقطة دي قبل ما نبدأ الفلوج في بنات بعضتلي بتقول لي ان هي حاولت تعمل المانفستيشن مرة واثنين وثلاثة مفيش اي حاجة حصلت لها او اتحققت لها وده لاني دايما بنقع في سبع اخطاء بنعملهم بشكل مستمر بيخلي المانفستيشن بتاعك ما بيتحققش او مش عارفة توصلي للهدف والحلم اللي انتي عايزة تحققليه وهقولك ايه هي السبع اخطاء اللي محتاجة تتفاديهم عشان المانفستيشن يساعتك توصلي للهدف والحلم اللي انتي بتتمنيه فما تنسوش تشاركوا بالقناة حالا عشان يوصلكوا الفيديوهات اللي هنزلها الايام الجاية في سلسلة المانفستيشن ويتفعلوا جراز الاشعارات ويتتابعوني على الانستجرام دايما بنزللكو تبس وترك ويلا بينا نبتدي بلوك المانفستيشن وزي ما عاودتكم دايما هنتكلم عن المانفستيشن وانا بمارس حقيقة الطبيعية خلال البيت اللي انا قاعدة فيه الجديد ده ده انا قاعدة في بيت فوق الخيال يا جماعة مكنتش هتكلم لانا عايش في البيت زي ده في يوم الايام مش ده مش اول بيت اللي انتبعني عارفيني ان ده انا عشت في اصول الفضل اللي فاتت وده كان حاجات انا يعني فوق الخيال بتاعي كان حلمك بجيال نفسي حققه وعشت اكتر مما ادا خيالي فهنتكلم عن الفلوك وانا بتحرك في البيت فيلا بينا نقعد شايتين بس خليني ايه اقعد وانا بكلمكم فانا النهاردة جاية اقلمكم عن المانفستيشن بشكل علمي بناء على ابحاث وريكوردنز انا سمعتها لميل روبينز ودكتور جو ديسبنزا الاتنين دول يعني روعت الروعة في التكلم عن المانفستيشن فانا شخصية علمية متخرجة من كلية علمية فاكيد هكلمكم بشكل علمي النهاردة عن المانفستيشن بالاضافة ان انا جاي اقول لكم النهاردة عن تجربتي الشخصية مع المانفستيشن ازاي انا من وانا صغيرة كنت بتخيل حاجات كتير واحلام كديرة عايزة احققها وبدأت فعلا احققها وانا بكبر بس ما كنتش عارفة وانا صغيرة ان ده مانفستيشن دي حاجة اسمها مانفستيشن انا كنت بتخيل حاجات وعايزة احققها فانا كنت بتخيل حاجات وانا صغيرة اهداف واحلام وحاجات كبيرة اكبر من مخيلتي او اكبر من الواقع اللي انا كنت عايشها مأكدش متخيلة لان انا اقدر احقق احقق الحاجات دي كلها لما اكبر بالعكسة انا حققت اكبر مما كنت بتخيل مكنتش اعرف вانا صغيرة انो الحاجات دي سمعت Moving is going to the benefits انا كنت احقق wait they couldn'tOff hes favung his own experience وكان عندي ان احقق الحاجة دي وكنت دايما بسعى للهدف الحلم ده فنوت اكتر مما اتخيل او اتمنى بعد كده لما كبرت عرفت ايه هو المانفستيشن فبدأت استخدوه بشكل استراتيجي احسن واكبر بحيث ان انا حقق كل اللي نفسي فيه فالنهاردة انا جاي يحكي لكم عن تجربتي مثبتة بالعلم بالابحاث وبكل حاجة وناس كتير حققت حاجات كتير بالمانفستيشن اول حاجة محتاجين نعرف ايه كلمة المانفستيشن معنى المانفستيشن هو اتحاد الروح والعقل والجسم التلاتة مع بعض بيعملوا طاقة كده موحدة الطاقة دي بتخليك تشيل اي عقبة تجاه حلمك بيخليك تشيل اي خوف تجاه حلمك بيخليك تشيل اي اعذار انت ممكن تتخيليها او القصص تعمليها في خيالك لعدم تحقيق الهدف ده بالعكس ده بيزود الثقة بالنفس عندك وبيخليك عندك الموتيفيشن الاسرار والعزيمة والباور وطاقة عندك كده طاقة ان انت او اي كان دوت انا اقدر اعمل الهدف والحلم ده في المانفستيشن بيديك الانسباريشن والموتيفيشن ان انت تاخدي الاكشن تجاه الهدف بتاعك عشان توصل منه يلا بينا نعمل كوفي اول خطأ دايما بنعمله في المانفستيشن ان احنا بنمارس المانفستيشن بشكل يومي داي تو داي لازم نبقى كونسسسنت قوي مع المانفستيشن كل يوم نمارسه كروتين اول حاجة زي ما قلنا ان احنا محتاجين نمارس المانفستيشن بشكل يومي زي العضلة كده اللي بنمرنها كل يوم في الجامع عشان تكبر وتدي شكل حاج ودايما بنتابعين صحي عشان نمد العضلة دي بالتخزية الصحيحة وان هي تبقى بالشكل الصحيح المانفستيشن كده بالضبط ان احنا محتاجين نمرنه كأننا بنمرن عضلة طيب احنا محتاجين نمرنه كل يوم بشكل مستمر لغاية ما يصبح عادة في حياتنا والعادة دي تقلب او تتحول مع الوقت تتحول لمهارة قوية عندك انت بتملكيها بتساعدك عشان تحقق الهدف او الحلم اللي بتتمنيه تاني الخطأ بنعمله ان احنا بنبني المانفستيشن بناء على الحاجات اللي احنا مش عايزنا دايما بنفكر في السلبيات ونقول الحاجات الوحشة او بنجذب الحاجات الوحشة لنا دايما بنخلي الصوتس عندك بوستيف ايجابية دايما فقري في الحاجة اللي عايزها بالشكل الصح البوستيف ما تفقريش دايما بالشكل السلبي على سبيل المثير البنات اللي ارتبطت وفشكلت الخطوبة او الارتباط وقلبها مقصر وحاسة ان الدنيا سودت في عيونها بعد ما حبيبها غضر بيها وصابها والدراما دي كلها دايما بيبقى عندك او اي راجل هقابله في حياتي هيبقى سيء اي راجل هيبقى شبه ده انا كل اللي بيجيلي حوالي بيبقى رجالة سلبية وحشة بيخدعوني او مش كويسين معي او بيخنوني او هيسبوني فدايما بتفكري في بتخلي التفكير السلبي يخدك للقاع لا دايما خلي المانفستيشن بتاعك يعمل ليفتنج للسول بيعمل ليفتنج للسول للافكار بتاعتك دايما فكري بالشكل الايجابي علاقة انتهت المياه الزبالة ونشوف علاقة احسن يعني عندك انا اول شخص ارتبط به يعني دمرني نفسيا بس دايما كنت اقول لا خلاص انا مش هرتبط بالشخصية الزبالة او اي حد في حياتي مش هيبقى نفس الشخصية دي انا هرتبط بواحد اجنبي وعايزة الف العالم معي وانبسط بحياتي وده فعلا اللي انا مرتبطة بحدي اجنبي مش نفس الجنسية بتاعتي وانبسط بحدي احسن حول انحاء العالم والعالم وتحدي انا كنت اريد ان اتخيلها وكان عندي دي 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 دا ان انا احقق هذا دا وفعلا احققته فدايما خلوا المنفستيشن بيركز كده على البوستيب سينكينج او دايما خلوا الصوت بتاعتك بوستيب دايما خلوا عندك بوستيب بايب تقولي النهاردة يوم حل النهاردة انها هنجاز حلو في حياتي النهاردة انا هقابل اشخاص انا بحبها النهاردة يوم جميل فدايما فوكسينج على الحاجات الحلوة الايجابية قولي انا عايزة بقى انسانة نجحة انا عايزة اشتغر واكسب فلوس كتير ويبقى معي فلوس في البنك استثمر الفلوس دي والفلوس تجيب فلوس اكتب عايزة اسافر واعليف العالم عايزة ارتبط بشخص ناجح حنون يبقى كويس معايا وساعدني ان احنا ننجح ونكبر سواء فدايما نخلي الحاجة او تخالي الحاجة في الصورة الايجابية الصحية ليها اهلا بيتكون في غرفتي دي غرفتي استغيرة اللي بنام فيها الايام دي وده بكل اللبس بتاعي لان احنا رايحين مكان جديد كنت عملتوكو فيديو الحلقة اللي فاتت عن ازاي بتشيك وبالبس حل باسعار رخيصة في الصفر احطوكو اللينك في ديسكريبشن بوكس اترجع لي حلقة حلوة جدا كنت عملتوكو فيديو عن الكابسول ووردروب لبسي في الصفر خلينا نفتح عشان الاضاءة تفش الجود النصيحة رقم ثلاثة خليكي صبورة وابدقي كوية يعني ايه احترمي كل وعدة بتقولي لنفسك احترمي نفسك بمعنى الصح الكلمة قبل ما تفكرت احترمي غيرك واللي حواليك وبابا وماما وماما وتيتا والكلام ده احترمي كلمتك لنفسك احترمي وعودك لنفسك اليوم اللي انت وعدت نفسك في ان انت تخسي وتبقي فات وتبقي كده حلوة في نفسك احترمي كلمتك اليوم وعدت في نفسك ان انها تضيك لي جميعك الأسفل من عمل في نفسك ان اتصحي لجميع الدقاء اليوم وعدت في نفسك ان تذكر وتكون قوية في عمرك وابدت على نفسك ليujتنوا عليك اليوم وعدت في نفسك احسن من حول التدكم أي احثر من الأمريكي كله يحتاجه فى م labelries حياة صحية مدى العمر احترمي كلمتك لنفسك. مفيش حاجة بتيجي بالساهل. كل حاجة بتيجي بغطة وعمل عليها وروتين يومي بنشتغل عليه كل يوم عشان يساعدنا نوصل للهدف والحلم اللي احنا بنتخيله. بمعنى ان احنا نخلينا صبورين والكلمة دي انا بوجيها لنفسي اه انا من الاشخاص اللي معندي صبر. بس عزمتي مليون المية. عمري ما بفقد عمري ما بفقد شغفي او اه حلم انا نفسي حققه. هذا لان انا حققت احلام كتير فدقت طعم تحقيق أحلامي فعرف يعني ايه لما نكون عندي حلم وهدف ونفسي حققه انا فهمه كويس الاحساس اللي بعد تحقيق الهدف والحلم دة فدايما عندي لوا اه اه اعز اعمل حقق ده كمان عايز حقق ده كمان عايز حقق ده كمان عايز حقق ده كمان فانا جايلكم بالنهاية المطاف جايلكم في بداية المطاف بتاعكم عشان اقول لكم والله يا جماعة بالماليفستيشن تقدروا تحققوا بكل احلامهم شوفوا كل العظماء يبدأوا من الصفر وغاية ما بقوا عظماء بس مروا بسلالم شقاء وتعب في النص مش لازم تبقى الشقاء وتعب يعني حاجة مش بسيطة ان حين نوصل لهدف وحلم كبير انت متخيلة ان انت بتحلم يكون عندك بيت كبير وفيلة مثلا زي ده ما فيش حاجة مستحيلة كل حاجة ممكنة بس دايما كل يوم لازم يكون عندنا روتين لازم يكون عندنا خطة وهدف وعندنا صبر وما نفقدش الشغف والايمان بالهدف بتاعنا يعني ايه ما فقدش الشغف وابقى صبورة وابقى قوية لما تنوي ان انت تبدأ الماليفستيشن والروتين بتاع الماليفستيشن لما تنوي تعملي التزمي بي احترمي وعدك لنفسك احترمي ان انت هتكملي تعملي الماليفستيشن كل يوم لغاية ما توصلي الهدف بتاعك ده وكمان يبقى لايستايل في حياتك لان انت مش هيبقى عندك هدف واحد او اثنين او تلاتة لان انت مجرد ما تحستي لازد تحقيق هدف هيبقى عندك ده زي ادمان وتحسس ان انت كلها تبقى حلوة وبتر فلايس كده طائرة في الجو وكل حاجة بتتمنيها بتحصلك ويبقى عند تبوست بانيرجي وتحسس ان كده الكون ماشي في صفك وكل حاجة حلوة بتتخياليها بجيلك وكل حاجة بتدعي ربنا بيها بتحصلك وتتحقق فدايما ده زي الدعاء بالظبط كده فدايما كل حاجة بتتمنيها تتحققلك هتحسس قوة انا احسس ده جميل اجمل احسس في الكون ان انا احقق هدف كتب احلم به او حلم كتب اتمنى طب نعمل ايه عشان ما نفضل صبورين ونفقط الشغل ونفضل على طول بشكل قوي في الاهداف او الاكشة اللي احنا بناخدها كل يوم عشان نوصل للهدف والحلم بتاعنا زي ما قلتلكو المانفستيشن ده عبارة عن اتحاد القوة كوات العقل والجسد والروح ثلاثة كده بيعملوا يونيون مع نفسهم بيدوكي طاقة جبارة قوية بتساعدك ان انتي يعني كأن كده البنزين بتاع العربية فانت لما بيبقى عندك شرحن الطاقة ايجابية نديجة اتحاد التلات حاجات دولار بيبقى كده زي البنزين اللي بيديكي دافع ان تكملي لنهاي المطاف فدايما تخلي الطاقة الايجابية دي اه بأفكارك وايجابية عقلك هي اللي هتزقك للاباك بنباك الخطأ رقم اربعة وده من اكبر الاخطاء اللي بتعمليها فانتي لو بقالك فاترة بتعملي مانيفستيشن وفيش حاجة بتحصل معاك او بتتحقق تعرف ان انتي واقع في الخطأ الخطأ هو ان احنا دايما نبص على الاند جول اللي فوق خالص يعني لما نعمل مانيفستيشن ونتخيل اللي احنا وصلنا للهدف بتاعنا ما بنتخيلش المفتوض ناخدها عشان نوصل للهدف الكبير اللي احنا بنتمنى دايما نبص على الاند ريزول لأ احنا مفتوض لما نعمل مانيفستيشن نتخيل كل خطوة بنخطيها وبنحققها في حياتنا فان ميمي كم فان ببي فنتخيل ميمي خايفة تدخل في الكتف ميمي كم صحي ميمي ايه اكبر خطأ بيرلو رقم اربعة ان الناس دايما بتبص على الاند جول بتاحها على الهدف النهائي بتاحها وما بتتخيلش اللي مفتوض تاخدها عشان توصل للهدف بتاعها فالناس لو فعلا بتعمل مانيفستيشن وما فيش حاجة بتحقق يا ميمي هم مفتوض يعرفوا ان ده اكبر خطأ بيعمدوه ان هم دايما ما بيتخيلوش اللي مفتوض يغضوها خلال الراحلة بتاعتهم عشان يوصلوا للهدف بتاعهم الكبير صح يا ميمي صح زي كلا يا جماعة الالفابت من اي تو زت لازم نعرف البروسيس فروم اي تو زت من اول حرف لغاية اخر حرف لما نعمل مانيفستيشن نكتبها ونتخيلها بالتفاصيل المملة بالدتيلز بالستيبس انا هنا هيحصل ايه وهنا هعمل ايه وده لو حصل هعمل ايه تب واحل العقدة دي ازاي عشان اوصل للهدف ده لازم نتخيل كل مراحل اللي هناخدها ونمر بيها عشان نوصل للهدف الكبير اللي احنا عايزين نحققه طب ايه الصح يا ميمي اللي مفتوض الناس تعمله عشان المانيفستيشن بتاعهم يشتغل كويس ويحققوا الاحلام بتاعتهم زي ما قلنا نتخيل كل البروسيس بالدتيلز بالستيبس عشان يوصلوا للهدف الكبير حسنا حسنا ندي مثال حلو قوي كده جماعة يعني يا ميمي انا لما كنت في العشينات وكنت عايزة اسافر بس ما كانش معي فلوس عشان اسافر كان نفسي قروح تركيا جدا فانتي مثلا لو انتي عندك هدف مثلا انا نقول لك هدف ده انتي تسافري وتروحي بلاك جديدة بس انتي معكيش فلوس طيب هنعمل مانيفستيشن ازاي هنتخيل اي اي المراحل اللي محتاجين نعملها عشان نقدر نسافر البلد اللي احنا بنحلم بها او نفسنا نروحها طيب اول حاجة هنقول او اول حاجة محتاجين نعملها ان احنا يكون معنا فلوس عشان نسافر فنبدأ اول حاجة ان احنا نشتغل شغلان او اثنين وثلاثة كنت انا كنت باشتغل كدكتورة و كنت باشتغل شغل هند ميد و ببيعه اولاين و كنت لما كنت بروح اي مكان و بلاقي حاجة حلوة باشتريها و باحها بسعر باخد الكوميشن بتاعت عليها ده مش عيب يا جماعة و كنت عملت لكم فيديو عن الموضوع ده قبل كده اتفرجوا عليه في بلاي لست درداشة الفنات اتكلمتوكو عن الهيستوري بتاعي سأقول لكم كل خبراتي في الحياة عشان انتو تستفيدوا وتتفادوا الاخطاء اللي انا قعدت فيها عشان يسرع عندكم النجاح لان انا النجاح عشان اوصلوا اخد مني وقت شوية عشان اتعلم كل الحاجات دي الاسباريانس تيجي بالوقت فانا بقول لكم بديكم من خبراتي عشان توفروا من وقتكم تمجحوا في سن اصغر انا بدأت انجح لما بدأت الكون عندي 28 سنة و بدأت حياتي صح من اول سن 28 انت لو تقدري تبدأي من اول 18 سنة ابدأي حتي البلان بتاعتك ابدأي من اول ما تقدري تحقق اهدافك فانا انا كان عندي هدف وحلب ان انا اسافة بدأت احاوش اشتغلت كزا شغلانة و بدأت ابيع منتجات اونلاين عشان احاوش ان انا بدأت اوفر في فلوسي بقى بصرفش على اماكن زي ستاربوكس وكوستا وويوي بقى دأت اعمل الكوفي بتاعت في البيت باكل اكل صحي عشان انا كنت عايزة اخسره منزلت 20 كيلو اعملتك الفيديو عن الموضوع ده اتفرج عليه في الفيديوهات السابقة و كنت باكل صحي باكل صحي باكل صحي باكل نفسي في البيت بدأت اكل مطاعم عشان اعرف ايه الانجريدينت اللي انا بدأت اخلاها في الاكل وفي حسب الصحرات بتاعتي ومتأكدة ان انا باختار لنفسي افضل المنتجات الصحية لان في الموضوع مش هيختاروا لي كوكونات ايل والاوليف ايل والانجريدينت اللي انا كنت بشريها النفسي انا كنت بشري حاجات كواليتي عالية تغذي جسمي قبل ما اروح لكريفن البطن فكنت دائما بفكر كده فحوشت فلوس كتير اقتصدت كتير في الفلوس بدأت اعمل الصحرات كيف اسافر تركيا وايه افضل الوسائل اللي اسافر بها تركيا كيف بدل ما اقعد اسبوع قعدت شهر ومص في تركيا بنفس البطن اللي ممكن تصرفيها انتي في اسبوع او اسبوعين صرفتها في شهر ونصف ويلفيت تركيا كلها او كيف وفرد فانتي محتاجة لما يكون عندك هدف او حل بنعمل وانتي محتاجة دلوقتي تبدأ تكتب كل حاجات او تدخيل كل حاجات او تدخيل كل حاجات او تدخيل كل حاجات يلا بنامي ميمي ميمي نامت يا جماعة من انا نمتي وانا بحكي حواديث يا ميمي انا بطول في الكلام انا اعرف ميمي يلا 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 الخطأ لكم خمسة ان احنا ما بنعملش ما بنتخيلش الحاجة اللي احنا بنحلم بها يعني غالب كده الهدف الكبير اللي انتي بتتمنيه نحن من بي ان انت دلوقتي او ما جاء عليك وتخيلي ان انت وصلت للهدف ده اين هو الاحساس اللي بتحسي لما بتحسي ان انت وصلت للهدف او حلم بتتمنيه تحسي الفرحة وسعادة واحساس جميل جدا فهو ده الاحساس اللي انا عايزاكي تحضريه دلوقتي حتى من قبل ما توصلي الحلم والهدف بتاعك انت بتتخيليه في المستقبل دائما اعمل تخيلي الهدف والحلم اللي انت بتتمنيه ان هو فعلا تتحقق على ارض الواقع عشان تحسي بالعسيس والمشاعر الجميلة اللي بتحسيها لما تحقق الهدف والحلم ده وده في حد ذاته كأنه منك ان انت بتتخيلي الحاجات الايجابية فده بيقربك اكتر للحلم والهدف بتاعت اللي انت بتتمنيه وتحلمي ان انت توصلي له الفتحة كلها في الفيجوليزيشن ان انا محتاجة احساس استعادة والانبساط اللي انت بتحسيه لما انا هتحقق الهلم ده فلما بتحضري الاحساس ده والمشاعر دي من قبلي بكتير بتشجعك ان انت تكمل فالهدف من الفيجوليزيشن ان انت بتحضري المشاعر والاحسيس الحلوة اللي هتحسيها اول ما تحقق الهدف ده بتحضريها من بدر فالتحضير البدري للمشاعر والاحسيس والفرحة والجويد ده كلها هتخليك تديك دفعة للامام هتديك بوش فورورد هتديك كده احساس حلو بالانجاز بل هو لا انا عايزة اروح للهدف ده عشان احس بالمشاعر والمشاعر والاحسيس الحلوة دي كلها فبيديك طاقة حلوة جدا كأنه يعني بنزين عربية 95 بيديك بسرعة للسلوخ مش بسرعة للسلوخ عشان يبقى واقعين بس بيديك باور حلوة قوي ان انت تكمل في طريق تحقيق الهدف بتاعك والحل بلس ان هو بيخليك دايما متفقلة لان البيجوليزيشن بيخليك يديك احساس ان كل حاجة ممكنة ان انت تحقققيها وتوصل لها مدام شعرت بالاحسيس والمشاعر الحلوة دي فده دايما بيخليك كده كأنه حافز عشان تتجهي اتجاه الهدف بتاعك الخطأ رقم ستة الخطأ رقم ستة معتمد على اربعة وخمسة فلو مركزتيش كويس ارجاعي قيل الفيديو من الاول الخطأ رقم ستة ان انت مبتخديش اكشن اي هدف او حل محتاج له اكشن محتاج له استيبس كل يوم بنمشي خطوات صغيرة تجاه حل او هدف كبير لو انت محتاجة هدف كبير اعرفي ان انت محتاجة تسعي وتجتهدي تجاه الهدف والحلم اللي انت بتتمنيه لو انت بتحلم ان انت تبقي دكتورة محتاج ان انت تتذكر كويس في السنوية العامة عشان تجي بمجموع عالي عشان توصلي لكلية اللي انت بتحلم بيها وده ما بيبقاش في يوم او اثنين او اسبوع او شهر تبيع سنة سنتين تحضير لكلية ورده لو انت بتحلم من انت تترقي و تبقي حاجة كبيرة في شغلة محتاج ان ان انت تاخد الكورسات في مجالك تقريف مجالك كل يوم على الاقل نصر ساعة ايه اعرف ان تتعلم لغة جديدة تقوي نفسك في مجالك وده برضه ما بيجيش في يوم او اثنين محتاج شهر شهرين ثلاثة سنتين ثلاثة عشان توصلي ليهادكいい لو بتحلم ان انت تسافري وتلف العالم محتاج ان انت تشتغلي ويبقى عندك بيزنس اولاين داني عشان يجيلك مقدر دخل شهري وتقدر بالفلوس دي تسافري وتلف العالم بما ان انا بسافر فول تايم تراولر في ناس متخيلة ان انا يعني بصرف كثير جدا انا قاعد في البيت الجميل ده كله اللي انت شفتو خلال الحلقة فور فري وبعمل كونسلوطيشن اولاين على الانستدرام في لينك انا سيبه لكم تقدروا تحجزوا معي سيشن اولاين بقول لكم ازاي خبراتك تستفر وازاي تستطيع تسافي ببجيت صغيرة وبسيطة وتوفر الفلوس كتيرة جدا فكل حاجة بالاول بيبقى محتاج اكشن وانت تكوني مستعدية للهدف الحلم الكبير بتاعك حتى لو انت بتحلمي بحلم وهدف كبير انت محتاج تعمله من الاول خالص وانت تكوني حتى مستعدية للهدف الحلم ده انت تكوني كبيرة قدر الحلم والهدف الكبير اللي انت تتخيل لي مش عارف اي جماعة انا لقيت المكتر حاجة كده واكتر حاجة ساعدتني في ان انا اخد اكشن صحة وسليمة ان انا بقسمها لسمال ستيبس يعني زي ما قلنا كده ما نبصش على الهدف الكبير وخلاص دبقى بقصين فوق اه انا عايزة يكون عندي قصر واقعدة كده بحالك سر ما بعملش حيات لا انا بكتب على الورقة او الالم بالتفاصيل انا محتاجة اعمل ايه ان ديتيل ستيب باي ستيب داي تو داي مع ديديكيشن وكميتمنت وكونسيستانسي عشان اوصل للهدف والحلم الكبير اللي انا بتخيله واحلم ان انا احققه فمحتاجين نعمل من اول خلاص من اول ملق كده زي البابل بتجي في دماغك ان انت الحقققي هدف وخدف وحلم معين بنبدأ نستعدله في التو واللحظة وزي ما قلتلكو بنبدأ قويين انا عملا بلففكو في البيت معايا عشان ما تملوش وتستمتعو بالفيوهات والحاجات اللي انا عايش حواليا تنبيؤي كتو مان وحتاجيا يلا يلا بينا راح يبينينا نلعب يلا الخطأ رقم سبعة والاخير الخطأ رقم سبعة يا جماعة ان احنا بنحتفلش بالانجازات الصغيرة اللي احنا بنعملها على مدار اليوم على مدار الاسبوع على مدار الشهر على مدار السنة لازم ودي برضو حاجة انا محتاجة اقولها النفسي زي النقطة رقم تلاتة او اربعة لان اكون صبورة النقطة دي برضو محتاجة اقولها النفسي اللي انا محتاجة اسليبريد السمول وينز اللي انا بعملها كل يوم او كل اسبوع او كل شهر فانتي كمان لازم تكوني وعية ومدركة او تقدر تعمل ان انت تعرفي تحسي وتحتفلي بالسمول وينز و تبقيك حطاها في بالك او عقلك على مدار اليوم او الاسبوع او الشهر او whatever ليه بقى لان دي برضو تعتبر موتيفشن حلو لك ان انت دايما بتشجعي نفسك بشكل مستمر لان احنا قلنا لو انت حلمك كبير قوي اعرف ان انت هتحتاجي وقت شوية زيادة عن الحلم الصغير وده حاجة طبيعية فانتي محتاجة حاجات في النص الطريقي تشجعك ان انت تكملي او تحس ان انت تنجزي زي ما قلت لكم ان احنا من الحلم او الهدف بنقسمه بنعمله زي ستاب صغيرة وكل ستاب بنحققها نعمل اتشاك عليها بتدينا متوفيشن او تدينا تحفيز بنحس باحساس الاكسايتمانت قوي ان احنا اه الاحساس ده حلو طبعا انا عايز الاحساس الاكبر شوية وهكذا فده كله بيساعدك لامام بيبوش فورورد ان انت توصلي للهدف والحلم بتاعك فده محتاجين دايما ناخد بالنا من الساينز اللي دايما بتبقى حوالينا اديكو على سبيل المسال انا كان في فترة كده كنت عايزة اشتري عربية معينة هي ما كانتش موديل حديث وكانت زي انا محب نظام الجاب والحاجات العالية والفورويز والكلام ده وما كانتش منتشرة نوع العربية دي بس على قد في المسي كنت بحلم ان انا اجيب العربية دي وسبحان الله يا جماعة كنت بلاقي العربية دي في خلقتي فورشي اروح شمال اروح يمين اريقا فورشي فكنت دايما باخديك كساين ان اه انا يعني بتساعدني اه اي ده انا كل ما اروح الاقي العربية دي فده متوفيشن ان انا اه انا لازم اشتري او اجيب العربية دي فدايما خلي بالك من الساينز اللي بتحصل حواليك زي الناس اللي بداعود يشعروا عن موبايلهم 11 11 11 12 22 الاركام اللي هي تشبهة انا مع اي يعني يمكن انا مش بركز في 11 11 والكلام ده و 5 5 والكلام ده فمش بشوفها بس اعزيك تركيزي دايما في الساينز اللي بتحصل حواليك في الحاجات اللي انت مهتمية بيها وعايزاها ده برضو بيعتبر موتوفيشن حلو قوي لك ان انتي تكمل اتجاه الحلم في الفيديو المرة الجاية هنتكلم عن الروتين الصحيح المحتاجين تعمليه عشان توصلوا للمانيفستيشن بشكل صحيح الروتين الصحيح اذ ايه الممارسات المانيفستيشن بالشكل المزبوط هكلمكم عنه في الفيديو الجاية فما تنسوش تعملوا اشتراك بالقناة دلوقتي ويتفاعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة ده كان فيديو النهاردة يا جماعة اتمنى يكون الفيديو عجبكم وكلمتوكم عن سبع اخطاء دايما بيعملهم في المانيفستيشن فاتمنى ان انتو تستفيدوا بالفيديو النهاردة وتتجنبوا هذه الاخطاء ولو انتو ما عملتوش مانيفستيشن قبل كرة في حياتكو ده الوقت الحالي ان انتو تبدأوا تعملوا المانيفستيشن لان عن طريقه حققت احلام كتير جدا ولسه بحقق فاتمنى كمان ان انتو تحققوا احلامكو زيه وكمان متنسوش تتابعوني عن انستجرام دايما بننزل لكم استوريس جميلة صحية عن هلث لايفستايل ويومياتي في الصفر فدايما سيبالكو على الانستجرام لينك تقدروا تحجزوا من خلاله وانتو وانكول تقدروا تحجزوا فيديو كول معايا نتكلم عن المانيفستيشن نتكلم عن ازاي تسافري بميزانية محدودة زي ما انا بعمل او حتى ان انتو تحجزي اولاين يوجا سيشن معايا فاقول لهم يا ميمي ما ينسوش يعملوا اشتراكوا في القناة وفعلوا جرز القشعرات عشان المرة الجاية هنتكلم عن الروتين الصح للمانيفستيشن هقول لكم على الخطوات الصحيحة من واحد اثنين تلاتة للمانيفستيشن ايه هو المزبوط اللي انا بطبقه عشان احقق كل احلامي صح? واشوفكم فيديو جديد باي باي الليلان باي باي الليلان باي باي الليلان باي باي ماما ايه الليلان باي باي الليلان باي 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 شكرا